بطلة الأبطال بطلة إفريقية البطلة الذي لا يقهر في القارة الإفريقية التفاصيل مع السندريلا كيف ما قلت رفيق توجل نادي الأهل المصري ببطولة رابطة الأبطال الإفريقية بعد ما تعادل ذهابا أمام الويداد المغربي واستغلت تفوق ذهابا بأدفين لهدف في القارة وضمان الأهل تأهل لكأس العالم للأنزل مقرر في ديسمبر المقبل في السعودة برشانيس بتبيعة خاصة التوينسة تيبعوا المباراة وفهم اللي يكتبوا ما اللي ظهر عندهم جماعة الأهلي والله ما شفتش لعب واوة لكن عندهم الفرتونة فهم اللي قال صحة ليهم لمساروة عيني ما ذرهم متفوقين في الفن في الكورة ما خليولنا حتى شيء وفهم اللي يكتب الأهل عقلية برافو ليهم يستحقوا الفوز عن جدارة الأهل المصري مرة أخرى بتل إفريقيا ما هو السر في هذا الفريق الذي لا يقهر ولا يهزم الناصر أهلي وحده بقية الفرق في إفريقيا كلكم تتعاركوا كلكم تتعاركوا على أمريكا الثاني وثالث ولكن الأهلي في في بلانات أخرى قاعدة أخاق الحق رفيق وقت اللي نبدأ نحكيه على أهل المصري نحكيه على فريق عنده هيكلة كبيرة برشة عنده ميزانية من أكبر الميزانيات اللي موجودة في الفرق الأفريقية كل أكثر مكينة معناتها عندها فلوس أكثر ناس عندها مشاريع كبرى أكثر من أكثر الفرق اللي تلقى عندها كل الأليات تخليك تنجح الأهلي المصري ديما حتى في الانتداب تمتعه والأرقام اللي تسمحها في انتداب الملعبية ديما تكون في مستوى عالي خليني بعيد على الهيكلة والأمور هذي الأهلي يخلط في مقابلة عريد في وسط المقابلة ذي كسب واحداش كونتر واحداش كل مرة الأهلي موج بشي هز كاس في ريكا كل مرة الأهلي موج ففوري أربع خمسة ألقاب هزهم الأهلي بالتريقة هذي يعرف يفكوا الماتش يمتعوا هل هو حظ هل هي الثقافة هل هو ضعف المنافسين مونتلمون يخلي الأهلي يرجع فانلة الأهلي المريول نرزين المريول يا رفيق روفي قلت لي تدخل الثقافة انك فريق متحصل على أحداش شامبيونز ليك وتعرف اللي يقداش من مرة وقداش من فريق يتردخ بالأهلي المصري بتيعلت انه ضعيف بتيعله انه مش في حسن حالاته لاري المصري اليوم فهم الثقافة كاملة كما تحكي عن ريال في أوروبا سامحني الثقافة هي اللي تجيب البونتو دقيقة واحد وتسعين تعبو تريكا متاعك وبونتو البرح للأهلي في السبعين وحتاحنا السبب وبونتو منعرش حتاحنا السبب حتاحنا السبب حتاحنا السبب ويت اللي بتشوي في ربعة ساعة الأخرة واللي ما يكونش الأهلي في أفضل حالاته لا وميش أحسن نسخة متى أهلي اني يقول لك أنا بش نحكي لك على روحي أنا في الماتش هذاك في شامبيونز ليك اللي قدمتنا فيها الهلي والدوة مشوي احنا بنت نسبب بنا نتذكر ملاعبية متاع السياسيس مازالوا خمسة قايق ومازالوا سبعة قايق والبعض من الملاعبية يعايت للجمهورة يفرح ويشتح ويغني دجا ومازالوا سبعة قايق مع الأهلي المصري هذي راوس هذي ترديشيون ويزي مش تصير في كورة القدم انتي وقت اللي تحب تلعب مع الفريق في حجم الأهلي المصري يزبك تقعد مركز معي يونكور شاء الله تجم تربحوا اليوم راو تحبوا شوفنا البونت والبارحة للبلاري تيمت علي معلول الكالي تيلي شات بيع علي معلول فرحنا برشة لعلي البرحة لا فرحنا واندربهم بتاع تونس كيفش هزوا على ذارة في الساحة ماتا حلوة برشة رفيقي جا نقول لك راهوا وفما حاجة في الكورة اسمها صفوارفير وقت اللي تبدأ عندك الشخصية ري شخصية ري برسوناليتي راو الله لي وقت اللي تمشي تعمل دي بلاسمان بالحق راو هذي يزم كتفهم فما ترسين من ناس تتجند بيش تحذر لك استاج والماتشويت والخدمة هذا الكلو ثابت يا ناسا امنا ولي تنأمن يا ياسر بالكلمة اللي قلتها متع ثقل المريول انا كرار ريال للشامبينز ليج الاخرانين كيفش تكون راو في ثلاثة ارباع الزوز ماتشويت معنا اللي تروكار متاع المواجهة الريال دوميني ماك لا تريحها بلوغة الكورة وامبعد في ربع ساعة كل مرة عمناول خاصة انا سنيقارج كل مرة كل ربع ساعة اخيرة تقلب المواجهة على فرق عملاقة فما حاجة ثقيلة في المريول فما حاجة ثقيلة تخلي الفرق المنافسة حتى كي بدأوا متقدمين يدخلوا فك الدوت مايعرفوش يكملوا بلوغة الكورة يكمل يذبح الفريق المنافسة وقت اللي هو ماهوش فيه حسن حالاته ولا يوخر تسترجع الفرق اذي اهلي كانت ولا الريال القدرة امتيحها والثقة نحكي لك احكير انا مش يقول لك انا بعد ساعات يصيروا بتربح متشويت والله يا رفيق فما متشويت تربحهم وانتي ما زلت في الصف شو ما نده بلوغة شو ما انت ما زلت في الصف وقت اللي يبدأ فريق كبير مثلا من الفرق الكبرى متاعنا وتبدأ تلعب ضد فريق اخال تقري باك الوهرة متاع المريول والبرزونس والدخلة والهلمة هذيك الكل هندي تدخل مرعوب ديجا تبدأ خايف تبدأ مفجوم وبهات ساعات من ناحية الكروية القاهرة والخريقة ذيكا خايف لعبت مع الاهلي لعبت مع الاهلي غادي وهنا مشيتم معناه فما لا فما حال الاهلي لمصري يزمع اسمعني وقت دي تمشي للقاهرة وتشوف ستين الف وسبعين الف في مصر تجم تفهم اللي قيمة رفيق نفس وهرة محمود كشة جرونباليا برشة راحة برحة بالوهرة لونيت هكا وبالحق راحة هو في جرونباليا سميه الختيب على الاهلي ختيب عمل برشة ضغطة